طيب خلي بقى نروح لأهم نقاط القوة دكتور نقاط القوة اللي بيتميز بيها بس أنا اللي اتعليه بس على التشكيلة جميز الاول جوستافو جميز اللي هو رقم 15 قلب الدفاع ده ليدر من وراء هو كابتن الفراء هو من برجويه اصلا ايو عنده مميزات كتير جدا واحد من اهم اللي بتديهم صلابة دفاعية واضحة جدا مميز بالتاكلينج مميز بالالتحامات مميز بالاستخلاص القراط ليدر دايما لما يبقى عندك مساك من وراء ليدر بيكود الفراء بيعافي طلع الاربعة امتى ويرجع امتى دي بتفرق معهم جدا جوستافو جميز اللي هو رقم 15 كابتن الفريق عندهم ظاهرين ولا اروح يعني اتنين كويسين جدا سواء روشة زي حضاك كده كنت حضاك بتلعب في بعض الاحيان ظاهر ايمن وساعات ستوبر ستوبر مساك او ليبرو ماركوش روشة عنده الميزة دي بيلعب في الحتتين وهو اعلى لعب في الفرقة في التاكلنج الصحيح مميز او بحطة التاكلنج الصحيح نيجي للباكليفت ماتيا السافينا واحد من الازهرة المتكاملة على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي مميز هجوميا ومميز دفاعيا دانييلو اللي الارتكاز دا صغير في السن عنده 19 سنة بيعتمد عليه لانه معدل جاريو كتير جدا زي ما حضراتك قلته على رفايل فييجا لعيب مميز هو شبه خمس رودريجيز يعني اللي ما شافوش يفتكر معانا كده او يبص على خمس رودريج نفس لمسته لكورة لعيب اشوال مميز جدا بالتمرير الطولي عنده اهم ميزة فيه كمان التزديدات من مسافات بعيدة بيلعب الضربات السابتة والضربات الروكنية كلها رفايل فييجا دا يعني هو هتدفل فرقة في الدورة اصلا 11 هدف نيجي بعد كده ليه جزي رفايل دا برضو مميز بحطة ان هو بيكمل وبيدافع رفايل فييجا هو اللي بيتحول اكتر كصناع العاب الاثنين الاجناح عندهم وحدس ولا حرج عنهم بالذات روني روني دا هتدفل فرقة في البطولة امريكا الجنوبية واحد من الناس الخطرين جدا ودايما بيخش للعمق روني عنده حطة الميزة ان هي التكملة للعمق وعنده ميزة كمان ان هو بيلعب بجناح يمين وجناح شمال عكس منينو منينو دا مستر اسست بتاعهم بيعمل اسستات كتير ولكن بيلعب نحية اليمين اكتر روني عنده المستين يعني هو في فقورة الهدف القاتل بتاعهم في النهائي روني اللي عمل الاسست هو اصلا على الورق جناح ايصر عنده حطة لامركزية بيستخدمه لما بيبقى بينزل بعض البدائل بيودي روني نحية اليمين عنده مستين بيلعب يمين وبيلعب شمال عامل زي طهر محمد طهر كده في النادي الاهلي او كهراب بلعبه برضو في الحتتين المهاجم طبعا اللي قدام لويس ادريانو مهاجم الميلان السابق وواحد من الهدفين في الفرقة وده عنصر خبرة كبير جدا وفيه مهاجم تاني اسمه ويليان ويليان ده برضو لازم نخطه في حساباتنا اللي اتنين عندهم واحد اربعة وثلاثين سنة واحد خمسة وثلاثين سنة اللي اتنين عندهم يعني عنصر الخبرة بالنسبة لكورة هو لويس ادريانو لف لف حلوة سواء ميلان سواء في روسيا بيبطر يعني بيخلص بقى فهو عندهم المهاجم بيمتاز بحطة الخبرة سواء ادريانو او ويليان اتنين مميزين او عندهم عنصر الخبرة